تعالوا كان يعني مع بعض نحط نفسنا على اول خط اللي معرفة فريق فلومنانزي اللي احنا هنقابله يوم الاتنين ومين يعني ابرز اللعيبة فيه ونقاط الضعف والقوة فيه الفريق البرازيلي اللي يعني انتصر في الفترة الاخيرة وكسب بوكا جونيورز في بطولة الكوبة لابتالدوريس وبرضو واستعلم مع حضراتكم ترتيبه في الدورة البرازيلي في الموسم المنتهي طبعا فلومنانزي فريق السنة دي مقدرش ان هو يقدم اداء كويس في الدورة البرازيلي ويفنش البطولة في المركز السابع طبعا السنة القبل الفاتت كان فنش في المركز الثالث كان مستوى افضل شوية السنة دي طبعا وعلا حكومة كان تركيزهم قاري بشكل كبير كان حابين هما يحرزوا اللقب القاري فالتركيز فيه اللقب القاري جيه على حساب المنافسة المحلية اللي الفريق قدر يعني مقدرش ان هو يصل ابعد من المركز السابع فريق دي يا جماعة فريق عنده حاجات جريبة جدا مثلا حالس المرمى فابيو تخيلوا كده عمره قديل 43 سنة 43 سنة يعني هو من نوعية الحراس اللي واضح ان هو بيبحث عن الارقام الكياسية زي مثلا عسام الحضر عنده هنا في مصر لما فضل يلعب لما بعد ال41 سنة فحالس مرمى اكيد اكيد عنده خبرة وكل حاجة لكن تاتة واربعين سنة اكيد العمر ده هيخليه عنده مشاكل كتيرة في مسألة مثلا يعني التصويبات الارضية اللي في زاوية التصويبات الارضية اللي في زاوية دي بدي بقى مشكلة كبيرة جدا لأي حارس ما عندوش فتنس او ما عندوش لياقة لانه بيضطر ينزل بكل جسمه على الارض ايه سهل بالنسباله انه ينط عالي ده سهل لكن على الارض دي مشكلة لانه لازم انزل بكل جسمي على الارض فدي واحدة من النقط اكيد الجهاز الفني للنجل الاهل ومحالين الاداية هياخد بارهم منها الفريق برضه عنده نفس المعضلة بتاعت التحاد جدا وهي انه عنده عدد كبير من اللاعباء اللي في ارض الملعب كبار في السنة طبعا اكيد مارسيلو باك شمال نادي ريال مادريد التاريخي مارسيلو طبعا عمل اسم كبير واسم تاريخي مع ريال مادريد هو بيلعب مع فلومنانزي في الوقت الحالي واكيد طبعا نهارده بنتكلم ان مارسيلو وصل 35 سنة طبعا فليب بميلو كلكم طبعا عارفينه لما لاعب مكان لاعب بالميرا مش في المباراة لا في المباراة تلاتة والرابعة لما هو اضاع راكد الجزاء راكد الترجيح والنظر اهل ساعته كذا المركز التالت لما كان معابية سمو سيماني فليب بيلعب مساك مع فلومنانزي وهي طبعا فليب بميلو بنتكلم على لعيب عنده حاليا 40 سنة طبعا اكيد 40 سنة بالنسبة للعب مساك بيوريك انت برضه محتاج ان انت تحطه دايما في اختبارات سبرينتات زي بالزب بالزب من الاهلي عمل مع احمد حجازي لان دي اهلي استغل اه طبعا احمد حجازي كان صغرى اه طبعا لعبنا كمير وبنحب وكل حاجة لكن بنتكلم فنيا في احمد حجازي كان مشكلة دفاعية فيه اتحاد جد لكن بجانب الاتنين دول عندهم برضه طبعا اللاعب اكيد اللي انتقول لكم عارفينه كينو كينو اللي كان بيلعب في نادي بيرامدز وقدم مستويات مميزة جدا 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 معاه فيه موسم 2018 2019 هنا في مصر كينو هو الجناح الايصر الاساسي ليه فريق فلومنينزي وهو حاليا عنده 35 سنة دول يعني ابرز اللاعبين اللي احنا ممكن اقوله عليهم كبار في السن ودول كلهم قسيين دايما مع الفريق في مقابل ده الفريق عنده 3 لعبين تقدر تقول عليهم يقتربوا من كلاس بي هم اللاعبوا كلاس بي في اوروبا يعني بكرا الصبح يروحوا الفرق مش هيروحوا السيتي وليفربول لأ مش هيروحوا يعني ايه الرينج ده لأ هينزلوا ليفل شوية يلعبوا في كلاس بي في اوروبا اللاعبه مهمة جدا في فلومنينزي وهما اساس قوة الفريق اول واحد هو اندري اندري لعب خط الوسط هو رقم سبعة عنده 22 سنة قمته التسويقية 23 مليون يورو الولد ده هو رمالة الميزان في الفريق الولد ده هو اللينك بتاع الدفاع والهجوم فيش كورة بتطلع من وراء قدام غازل انت مر على اندري اندري لعب مميز جدا جدا ومهاري جدا 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 وبيلعب على الطرف الممتاز وبيلعب في العمق الملعب بشكل مميز بيلاعب بلايميكر وبيعمل دور تمامية بيعمل كل حاجة لعيب مميز جدا جدا وهيه النادي الاهلي فعلا خط الوسط هنا بقى فيه خناقة بزاي ماشت حق جدا ما دعوك يعني اسماء فابينيو كانتي اوكي اسماء لكن انا كان بيلعب في فصل الغامدي بس بس فصل الغامدي هوه هو لعيب صغير لكن فابينيو كانتي يعني كانتي مجهود كويسة اكتر من فابينيو بس هنا لأ هنا اندري ونضيف عليه كمان مارتينيلي مارتينيلي بتاع فلومينينزي مش مارتينيلي بتاع ارسنل مارتينيلي برضو لعيب خط وسط في فلومينينزي وعنده 22 سنة برضو زي اندري ولعيب مميز جدا جدا فيه مسألة التسديق من خارج منطرة الجزائي ولعيب مهم جدا في الفريق وفي التاكتك بتاعه الاتنين دول هيخلوا مباراة الاهل وفلومينينزي فيه اخناقة شديدة واخناقة شبابية جارية بقى ومهاريا طبعا ان اللعيبة النوعية دي بيبقى عندها كنترول على الكورة فضيع فضيع وموضوع وهم كمان اساس بنا اللعب بتاع فلومينزي فالنادي الاهلي في خط الوسط قدام في يوم الاتنين هيبقى عنده معاناة اكتر من اللي شافها في مباراة اتحاد جدا. طبق بس ليه ان انا اقول لكم طبعا ان المهاجم او المهاجم الصريح ليه الفريق هو جيرمن كانو ده ده مهاجم ارجنتين مهاجم صريح عنده 35 سنة برضو عمره مرتفع بس هنا انت بتقبل العمر المرتفع في مركز مهاجم الصريح مفيش ازمة. فهو لعيبك عن الناس طبعا قيمته التسويقية اتنين مليون يورو. ولعيب اه يعني عنده رصيد من الاهداف جيد معهم في الكوبة اللي بتا دوريس والدوري البرازيل. فدي ببساطة كانت تقديمة لفريق فلومينزي اللي احنا هنشوف في يوم الاتنين وانا ما زلت بقول ان هو فريق في متناول عن طبعا من قد قوة كويسة لكن هو مش نفس فوجة نظر الشخصية. مش بنفسه قوة فريق المارس اللي اخرج النادي الاهلي في منسبة فاينال المونديال في الامارات. وان شاء الله بازن الله بازن الله الجهاز في النادي الاهلي واللعابين يعرفوا يتعاملوا مع البطل البرازيلي. وان شاء الله بازن الله ليه لا نشوف النادي الاهلي الاول مرة في تاريخنا في نهاي المونديال عشان يقرر انجاز مزامبي قدام الانتر عشرين عشرة ونادي الرجاء البيضاء والمغربي قدام بايم يونيخ في نسخة عشرين بالطبع.